موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نص تضيف اليوم الأستاذة فيرا يمين عضو المكتب السياسي في تيار المردة اللبناني أهلا وسهلا بك أستاذ فيرا أهلا بك في تونس بلعيد يشيع اليوم ومخاوف من انتفاضة وتهديدات بالقتل لمعارضين الجبال أمام الاستقالة أو الإقالة تفاهم مصري تركي إيراني يتبلور الحل السوري ويبدأ بوقف إطلاق النار صورة جوية لموقع غارة جمرايا ومعاريف تقدم دليلا على قصف قافلة سلاح لوفيجارو تقدم رواية إسرائيلية المفجرون في لبنان أوروبا لا تثق باتهام بلغاريا لحزب الله خامناء يرفض الحوار مع واشنطن إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم نتابع صباح الخير وأهلا بكم إلى بعض عنوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم نستهلها مع صحيفة السفير اللبنانية التي جاء فيها أوروبا لا تثق باتهام بلغاريا لحزب الله تونس بلعيد يشيع اليوم ومخاوف من انتفاضة تفاهم مصري تركي إيراني يتبلور الحل السوري يبدأ بوقف إطلاق النار أولا وفي هذه الصحيفة اللبنانية تقرأونا أيضا فتوى تبيح قتل معارضي مرسي نبقى مع الصحف اللبنانية لننتقل إلى صحيفة النهار التي جاء فيها أيضا رهان على دخان أبيض انتخابي الأسبوع المقبل نفض الغبار فجأة عن ملف بنك المدينة هذا طبعا في الشأن اللبناني أما في الشأن السوري فقد عنونت هذه الصحيفة القمة الإسلامية دعت إلى حوار جاد في سوريا أوباما رفض توصيتين من بانيتا ودمسي بتسليح المعارضة من الصحف اللبنانية ننتقل الآن إلى صحيفة القدس العربي التي عنونت بدورها تونس اشتباكات ومظاهرات عارمة والنهضة تتمسك بالحكومة طهران تعلن إلغاء تأشيرات المصريين لإيران ونجاد يمكننا تحرير فلسطين بالتعاون مع مصر وفي هذه الصحيفة أيضا معارك في دمشق والدول الإسلامية مع حوار جاد في سوريا ننتقل الآن إلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية التي عنونت أيضا احتقان في تونس والجبال أمام الاستقالة أو لقالة خامناء يرفض عرض واشنطن للحوار تحت الضغط مصادر معارضة سوريا تفاهمات ميدانية وصفقات بين الجيشين الحر والنظامي من هذه الصحيفة السعودية ننتقل الآن إلى صحيفة الدستور الأردنية التي جاء فيها الملك العلاقات الأردنية السعودية نموذج يحتذا في العمل العربي المشترك أنسور الاستيطان يقضي على إمكانية التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية وفي هذه الصحيفة الأردنية أيضا قوات الاحتلال والمستوطنون يقتحمون باحات الأقصى الملك يفتتح الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر الأحد ننتقل الآن إلى صحيفة الوسط البحرينية وفيها أيضا وزير العدل تحديد جدول أعمال الحوار يستلزم حضور الجميع والمعارضة لم نحسم قرار المشاركة بعد تواصل العنف في تونس والنهضة يرفض حكومة تكنقرات وأخيرا مع صحيفة القبس الكويتية التي جاء فيها الحكومة اتهامات الموزر غير صحيحة ولا نغامر بالاستثمارات وفي هذه الصحيفة أيضا اعتصامات ليلية والجامعة مسرح للمعارضة هذه كانت بعض العنوين عودة إليك دياء شكرا لزميلة مايا رزق على قراءة العنوين ست فيرا أهلا وسهلا أهلا فيك سلامي هيك ملاحظة بسيطة شوي بصحف اللبنانية اللي نعرضت والتي لم تعرض على الشاشة هناك يعني غياب تام لعنوان عرسال والجيش اللبناني كيف تفسيرين هذا الأمر؟ هل انتهت لفلفت؟ هل سلمت إلى القضاء؟ أم أنه كالعادة؟ يعني إذا بدي كان في تخوف أنها تكون قد انتهت أو لفلفت أو سلمت أو أي مصطلح آخر شأنها شأن ربما كل الأحداث الأخرى التي لو يعني أتيح لنا معالجتها في حينه ربما لما وصلنا إلى عرسال يعني ما قلناه نحن مرارا وتكرارا وحذرنا منه كأول فريق سياسي في لبنان منذ أكثر من سنة حين قلنا عن وجود قاعدة في عرسال واتهمنا شتى الاتهامات فإذا بنا نكرس مرة جديدة هذه المصدقية ولكن أعتقد أن الغضب الشعبي العارم هذا الالتفاف غير المسبوق حول المؤسسة العسكرية نتيجة استشهاد النقيب بشعلاني والرتيب زهرمان أعتقد أنه ليس من السهل على أهل السياسة لفلفتها كما جرت العادة ولكن هذه هي صحفنا أو هذا هو إعلامنا للأسف قد يعزز عنوين على حساب عنوين أخرى طبعا ربما للارتباطات طبعا ربما للمصالح والخوف أكثر أن عرسال ليست موضوعا لبنانيا بحت بل هي منطقة ينسحب عليها كل المنطق الجاري في عالمنا العربي وصولا إلى شمال إفريقيا يعني هناك عرسالات إذا جاز التعبير وهي بشكل أو بآخر نموذج لهذا الوضع المستشري على كامل خريطة المنطقة نعم برأيك هل ممكن يعني بعد نهر البارد كان هناك رئيس للجمهورية بعد عرسال هل سوف نرى يعني أيضا رئيس الجمهورية يعني إذا واجب علينا أن نتعلم من تجاربنا يجب أن لا نكرر هذه التجربة ولا نكون على يعني مسافة فاترة من الموضوع يعني يجب أن نكون أكثر حزرا أكثر وعيا وإلا فإننا نحن شعب محكوم ربما بالتجارب وحق الدائم للاختبارات لهذا السبب نجد اليوم الغضب الشعبي والحراك الشعبي مختلف تماما عما سبق في الفترات السابقة لهذا السبب أنا قلت لك من الصعب عليهم ربما تمرير ما يجب تمريره أو لفلفت ما يجب لفلفته لأننا يعني أنا فجأت بالمعنى الإيجابي أن حتى وسائل الإعلام المتمثلة بالمراسلين أو بالمندبين كان يعبرون عن وجع واحد عن صرخة واحدة في اللحظة الأولى إذن هذه اللحظة تترجم إذا شئنا جوعام تعتبرين جوعام ولكن هذا على الصعيد الوطني دائما الجيش يقف إلى جانبه دائما الشعب وسائل الإعلام إلى هناك ولكن في الكواليس السياسية هناك دائما الطبخة تبقى بشكل آخر هناك من يقول رئيس الجمهورية يريد أن يقطع على قائد الجيش أن يصل إلى سدة الرئاسة وبالتالي سوف يريد أن يمدد لنفسه الرئيس نجيب مقاطئ الأبواب الانتخابات على الأبواب وبالتالي لا يستطيع إلا أن ينأى بنفسه بهذا الشكل الذي تم رئيس مجلس النواب لا يريد أن يتخذ موقفا ليفهم سنيا شعيا إلى ما هنالك يعني هذا الوضعية كل غارق في خصوصياته وحيثياته وكأنه يجب علينا دائما نحن أن نتفهم هذه الحيثية وهذه الخصوصية على أساس المصلحة الوطنية ولكن أنا ما سبق وأشرت إليه أن الموقف الحاسم والمضيء حتى لقيادة الجيش إثر استشهاد الشهدين يعني إن دل على شيء فإنما يدل على رفض ربما لطبخة سياسية معينة وحتى رئيس الحكومة نجيب مقاطئ الذي كان هناك ملاحظات على تصريحه إثر اجتماعي في وزارة الدفاع مع كل من وزير الدفاع وقائد الجيش عاد وصوب ولو جزئيا الموضوع لأنه اعتبر أن هناك كان نوع من الإحراج في استخدام مصطلحات يعني رفضها الجميع مثل إشكال وقيل وإلى ما هنالك وكأن هناك نوع من تكهيل لما حصل في عرسال ولكن لم يوفق ولهذا أعتقد وبشكل إيجابي حاول تصحيح الأمر يعني اليوم نعول على الموقف المتقدم لقيادة الجيش ونعول على الوعي الشعبي لأننا نحن نفتقر إلى وعي شعبي نحن شعوب في لبنان شعوب ننتمي إلى المذاهب إلى الطوائف إلى المناطق إلى التيارات إلى الشخصيات إلا حين يعني يصل الأمر إلى المؤسسة العسكرية هذا ما يؤكد ما نقوله مرارا وتكرارا على أن هناك شبه إجماع حول هذه المؤسسة لأن المجتمع اللبناني بشكل عام كفر بالجميع نعم وبات هناك شبه إجماع على تخوف اللبنانيين بشكل عام من أنه سأصبح عرف قائد الجيش يصبح رئيس للجمهورية لهو إذا بدك اللي بيخوف اليوم أنه رئيس الجمهورية الحالي لم نقرأ في شخصيته أنه كان قائدا سابقا للجيش أنه في اليوم التالي لحتى استنكر يعني في اليوم التاني لحتى استنكر إذا بدك التفت إلى أمور أخرى بدل التركيز على عرسال يعني هذه علامات استفهام تطرح ويجب أن تطرح وعلينا أن نبحث على الإجابات حتى ما تتحول هذه العلامات الاستفهام إلى ما يشبه الاتهم ولكن يجب أن نطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا الموضوع هل هذا يتعلق بفتح إذا صح التعبير للانتخابات النيابية المقبلة أم للانتخابات الرئاسية المقبلة كل شي جائز كل شي جائز لأنه بالنهاية اليوم يعني فخمتهم ربما لديه طموحات مشروعة في فتح الطريق نحو نجله نحو صهره يعني هذا أمر واضح في مختلف وسائل الأعلام وأيضا ربما لديه طموح يراهن من خلاله على المستجدات الإقليمية ومن هذا تلاحظين وتلاحظين هذا التناغم المستجد يعني بين الرئيس سليمان والرئيس السابق سعد الحريري عبر الزواج المدني وعبر أمور أخرى وتحت هذا العنوان أيضا تقع الدعوة أو طلب الدعوة على النقب السليمان الفرنجية يعني وفق فيها إلى حد كبير على ما أعتقد حقيقة يعني نحن وصل لألنا الخبر بالتواتر لأنه همنا كفريق سياسي كان عرسال همنا كفريق سياسي موضوع الجيش اللبناني همنا كفريق سياسي قراءة واقعية لما يجري في المنطقة وخطورة انعكاساته على لبنان فبالتالي بعتقد أنه كان حريا برئيس الجمهورية أن يلتفت إلى الذين يزرعون فتنة تحت اسم ثلاثي المستقبل أو ثلاثي الماضي مثل الظاهر والمرعب وثالثهما كبارة أن ترفع الحصانة مثلا عن عقاب سكر الذي حكم عليه بجرم مشهود هو اعترف به ولكن أعتقد أن فخامته كما سبق وأشارتي ولو خفرا حضرتك ربما طموحاته النيابية أو الرئاسية تجعلهم يركز على أمور مختلفة عن الأمور الوطنية التي نرى بعين الاعتبار ورد في النهار رهان على دخان أبيض انتخابي في الإصبوع المقبل برأيك هل هناك من حال لقانون الانتخابات هل سوف يخرج الدخان الأبيض لقانون انتخابي يتفق عليه الجميع إذا بدك يكون واقعي طبعا هناك فريق سياسي وازن يهمه أن يكون هناك انتخابات ولكن طبعا وفق قانون قد لا يكون مثليا ولكن على الأقل يلامس طموحات وتطلعات الشعب اللبناني ولكن في المقابل هناك فريق متخوف من إجراء الانتخابات أولا ومن أي قانون قد يسحب ربما من تحت الجرعي بصاط الأكثرية فلهذا يتقنون فن لعبة الوقت لتهريب الوقت على غرار ما حصل بالألفين والألفين وخمسة والألفين وتسعة وتحت حجة الوقت نهرب إلى الوراء إذا جاز التعبير وفق قانون بائت وبائت أيضا مرة الكثير من عنوين الصحف أنا سألت ما أريد عن الوضع اللبناني هل من عنوان تودينا التعليق عليه عدا عن سوريا وتونس سوف نعود إليهما لاحقا في مصر هناك أيضا القمة التي انتهت هناك أيضا خامني الذي رفض أريد أن أعبر هذا المنبر الذي فعلا حقق بسرعة فائقة أنه منبر عربي فعلي اليوم 8 شباط من 3 سنين مثل هنهار كانت زيارة الحج إلى براد لتعميم ثقافة السلام عايب يصير عنا هيك بالمنطقة العربية نهرب السلام ونروح إلى ثقافة الإرهاب إلى ثقافة قطع الرؤوس إلى ثقافة الفتاوى أعاد الله هذا اليوم علينا بالخير لنعود من جديد ونعمم ثقافة السلام أحد المشاهدين طلب أن أسألك ما رأيك بهذه كيف تأتي هذه الثقافة من أين تأتي هذه ثقافة السلاح الأبيض الخناجر الصواطير البلطات القطع قال الرئيس بشار الأسد في آخر خطاب وأعتبره خطابا تاريخيا له وخطابا انتقاليا إذا جازت تعبير لسوريا التي صمضت سنتين واستحقت أن تكون فعلا منتصرة باسم كل العرب ليس باسمها وحدها كدولة قال الغزو العسكري ممكن أن نجابهه ونواجهه ولكن الأخطر هذا الغزو الفكري نحن نواجه تحديا كبيرا وخطيرا جدا اسمه الغزو الفكري لكل هذا الجو الموجود وأعتقد أن هذه هي المؤامرة المستمرة منذ وعد بلفور وما قبل بلفور تتخذ أشكالا مختلفة لضرب مفهوم الهوية القومية لضرب مفهوم الهوية العربية وتعزيز الهوية المذهبية ومن ثم الهوية القبلية تحت عنوين مختلفة وفتاوى مختلفة يجب أن نعي دقة وخطورة هذه المرحلة اسمحي لي أن ننتقل إلى الحدث العربي رئيس الاتلاف المعارض مع عاد الخطيب يضع أنقرة أمام الخيارات الصعبة ومعارضنا يلوحنا بنزع شرعية الخطيبة أما القمة الإسلامية فهمشت الملف سوري إلى الحدث بالعربي والتفاصيل الأخبار حسني محلي رئيس الاتلاف يضع أنقرة أمام الخيارات الصعبة تصريحات رئيس الاتلاف السوري أحمد معاذ الخطيب ورطت القيادة التركية ووضعت حكومة أردغان أمام خيارات وتنقودات صعبة ومعقدة جدا أنقرة وضعت جانبا احتمال الحل السياسي في سوريا ترا في مبادرة الخطيب تهميشا لدورها في معركة إسقاط النظام السوري التي راهنت عليها المعطيات تضع أيضا العلاقة بين أردغان والمعارضة أمام تحديات جدية وخاصة إذا فشلت أنقرة في عرقلة مساعي الحوار المدعوم من روسيا وإيران وربما أمريكا التي قد تؤدي إلى انفراج نسبي في العلاقة بين المعارضة والنظام في دمشق حينها سيجد أردغان نفسه أمام وضع لا يحسد عليه لأنه إما أن يستمر منفردا في دعم المعارضين للحوار أو يضطر للتراجع عن كل تصريحاته ويوقف الدعم السياسي والتسليحي للمعارضة السورية الشرق الأوسط معارضون يلوحون بنزع شرعية الخطيب كشفت مصادر الاتلاف الوطني السوري عن اجتماع طارئ للهيئة السياسية المؤقتة يعقد منتصف الجاري لاستضاح رئيسه أحمد معاذ الخطيب حول مبادرته الأخيرة للحوار مع النظام السوري والتأكيد على ثوابت الثورة وللتوصل إلى موقف نهائي وثابت حيال طرح الخطيب كي لا يثير موقفه في اجتماع الهيئة العامة التباسا وخضطا داخل الاتلاف وأكدت المصادر أن الموقف من المفاوضات مع النظام يرفضه جميع أعضاء الاتلاف ما جعل الخطيب بمبادرته يغرد وحيدا خارج السرب المصادر جددت موقف المعارضة من أن من يصر على الحوار مع النظام ليكون ممثلا للشعب السوري القدس العربي القمة الإسلامية همشت الملف السوري دعوة القمة الإسلامية إلى حوار جدي حول سوريا بين المعارضة وممثلين نظام غير مسبقة فقد جرت العادة أن تركز معظم اللقاءات العربية والإسلامية على المطالبة بإسقاط النظام ودعم المعارضة المسلحة وأحيانا على التحريد على تدخل العسكري الخارجي المفارقة أن القمة الإسلامية التي تطالب المعارضة بالحوار جمدت عضوية سوريا فيها وسحبت اعترافها بالنظام نجحت القمة في تحقيق تقارب كبير بين إيران وتركيا ومصر وعندما تؤيد الولايات المتحدة وبريطانيا مبادرة الشيخ الخطيب للحوار فهذا يعني إسدال السطاري على مرحلة الخيار العسكري والمعارضة المسلحة وفتحه على مصرعه أمام الحوار والحل السياسي حل سيكون عنوان المرحلة المقبلة ست فيرا يعني هيك قراءة عامة لبعض الأحداث توحي وكأن هناك مجرى آخر بدأت تتخذه الأحداث تحديدا في سوريا مثلا نبدأ مع صحيفة الأخبار وما كتبه الأستاذ حسني محلي رئيس الاتلاف يضع أنقرة أمام خيارات صعبة ويحرج أردوغان طيب أردوغان هو الذي أنزل بالمظلة مع عضل خطيب وهو الذي قدمه عن الآخرين كيف يصبح أن يحرج أردوغان إلى هذا الحد وما الذي يحصل يتخلى مع عضل خطيب عن أردوغان ولي نعمته كما يقال في بعض التعبير يعني حقيقة مثل كل التجارب اندلت على شيء بتدل أنه مرات أنت بتربي فبالتالي إذا بيقوى الآخر اللي ربيتيه يعني قد يعني ما بدي يقول ينقلب عليك بس بيصير عم بيحكيكي من الند للند يعني بشكل أو بآخر تركيا اللي حصل معها هو نفسه اللي حصل أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف الألفين وستة حين وعد 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 المجتمع الدولي بتحقيق الإنجازات العسكرية والنصر وإلى ما هونالك وكان كل فترة يتمدد لهم إذا منتذكر أنه كان القصة 3 أربعة أيام مخلص مدة يعني تم التمديد أسبوع فأسبوعين ف33 يوم كتر خير الله انتهيوا بالانتصار الذي يعني عمّمه ثقافي جديدة بالمنطقة إذن سوريا شو اللي حصل إنه القصة شوفوا تونس أخدت أربعة أيام شوفوا مصر أخدت 17 يوم لما كنا نقلهم سوريا ليست تونس وسوريا ليست مصر كنا نتهم أنكم متعاطفون مع النظام وأنكم تحبون سوريا لا نحن منسجمون مع تاريخ الأرض يعني لماذا سوريا غير تونس وغير مصر لأنه يعني إذا بدنا نرجع تاريخيا كل المؤامرات التي حيكت حول المنطقة كان هناك نوع من وضع ثلاث عواصم تحت المجهر عاصمة العباسيين وعاصمة الفاطميين وعاصمة الوموين مصر العراق وسوريا طبعا يعني العراق مصر وسوريا كان هناك نوع من الإخفاقات ربما في العاصمتين الأخرى التاليتين إنما عاصمة الأمويين أو ما عرف تاريخيا ببلاد الشام لم تسقط يوما أضف إلى ذلك أن كل الأنظمة الأخرى شئنا أم أبينا إذا أردنا أن نكون واقعيين أم لا هي صنيعة المجتمع الدولي إذن انتهت مدة صلاحيتها لدى هذا المجتمع الدولي هل ما زالت عاصمة الفاطميين فاطمية هل ما زال العراق عاصمة عباسية هل ما زالت سوريا عاصمة الأمويين لا تزال سوريا بصمودها نعم لا تزال عاصمة الأمويين أنا أعتقد أن العراق يلملم الجراح إلى حد ما وإذا ألقينا نظرة سريعة على أن الصحف الدولية والأوروبية منذ فترة عادت لطلق الضوء على الوضع العراقي إذن هناك تخوف من أن العراق يحاول اللملمة وأعتقد أن الحراك المصري الذي جاء أكثر من المتوقع بكثير يعني نحن أشد المتفائلين بأن حكم الإخوان لن يستمر ولن يدوم وأن مرسي تجربة غير موفقة لم نكن متفائلين إلى حد أن مرسي بعد 150 يوما خارج قصره فيما الرئيس بشار الأسد بعد مرور سنتين لا يزال في قصره يقود سيارته بنفسه يأم الجامع ويحاضر ويخطب إذن سوريا تختلف عن غيرها بالرغم ربما من ملاحظات لكي لي لآخرين ولكن الوضع الداخلي السوري الشعب لا يزال يقرر مصير بلاده ولا يزال يقرر اختيار قائده إذن هو الذي قال أنا من الشعب وله لهذا السبب سوريا تختلف عن غيرها ولهذا السبب حاولوا ربيعا بين مزدوجين في سوريا من سنة 2003 لم يوفقوا به فجعلوا للربيع السوري أيضا بين مزدوجين خارطة طريق اعترف بها المهندس هندريك كيسنجر عبر مواقع إلكترونية مختلفة رسموا خارطة طريق من تونس وصولا إلى سوريا فكانت الصدمة بالمعنى الإيجابي أن سوريا أيضا فاجأت المجتمع الدولي حتى الدول الداعمة للقرار السوري وليس بشكل آخر متى تتخذ هذا القرار؟ يعني أعني بذلك روسيا فالصين فكل دول لبريكس لاحقا أخذت الموقف الداعم لقرار الشعب السوري في الشهر الرابع وفي الشهر الخامس حين استطاعت سوريا قيادة جيشا وشعبا أن تحقق الصمود على غرار ما حصل أثناء العضوان الإسرائيلي على لبنان هناك أصوات دعمت أو وقفت إلى جانب المقاومة بعد مرور أسبوعين على صمود المقاومة لأن في السياسة ليس هناك من عواطف هناك حكم على النتائج لهذا سوريا تختلف عن غيرها في هذا المجال في هذا الموضوع تحديدا يعني تعتبر من الذي خسره تركيا أم قطر من هو عراب الأخوان المسلمين تركيا أم قطر هنا نرى ما يحصل في تونس نرى ما يحصل في مصر لا يجوز حتى المقارنة بين قطر وتركيا أخطأت هذه أخطأت هذه دولة وهذه دولة أما كل ملاحظات عليها إنما هي دولة قائمة بحد ذاتها لها تاريخ ولكن دعينا لنستخدم ربما مصطلحها المجتمع الغربي فرنسا أنا أحيل هذا الجواب إلى ما قاله يورتشكين لحمد بن جاسم من أنت لتحدثني بهذه الطريقة أنا روسية العظمى فبالتالي لهذا السبب أنا قلت لتجوز المقارنة علما ربما أن غضب المشروع على تركيا أكبر بكثير ولكن تركيا لم تتعلم أيضا حتى من تجارب الماضي بالأمس القريب على مدى عقود من الزمن وهي تحلم بالمن والسلوى بأن تدخل الجنة الأوروبية لفظتها القارة الأوروبية فارتأى المجتمع الدولي الأحادي يعني قبل التوازن الحاصل اليوم ارتأى أن يعطي تركيا الدور لتسحب البساط من تحت الهوية العربية وتأخذ تحت عنوان الاعتدال الإسلامي الواجهة العربية لم يعي العرب خطورة هذا الموضوع ولهذا جاء الوعي متأخرا ونلحظ اليوم نوع من الصراع كان بالأمس بعيدا عن الضوء اليوم خرج إلى الضوء عبر الساحة المصرية وأعني به الصراع القطري السعودي الذي تخوف من هذه الواجهة التركية لهذا سارع التركية المحرجة من الوضع السوري حتى تأخذ رضا إيران في هذا المجال وإيران بتحيك على هذا مش مستعجل على شيء فإنها بذلك تستنزف بشكل أو بآخر الموقف السياسي التركي ولكن إذا أردنا اسمحي لي ضرورة التركيز على الكتاب الأخير الصادر لأحمد داود أوغلو كيسنجر المنطقة الجديدة كوسيجر يعني تصغير لكيسنجر الذي في كتابه يؤكد على حق الأمبراطورية العثمانية بمدها الجغرافية الطبيعية أي لبنان وسوريا هذه هي تركيا اليوم السلطنة العثمانية الجديدة هذا الخطر على العالم العربي زال طالما سوريا لا تزال تحقق باسم كل العرب هذا الصمود أعتقد أن هذا الخطر إلى زوال وهناك محور تلاحظين يعني يظهر أيضا نتيجة هذا الصمود هذا المحور المتخوف ربما من هذا المد الأصولي يعني تلاحظين محورا جزائريا إماراتيا أردنيا الذين لم يغرقوا في وحول الأزمة السورية استفادوا ربما من هذه المساحة ليظهروا إلى الضوء بخطاب معتدل إلى حد ما هل سوف تنكفئ هكذا تركيا يعني بكل بساطة لم أستطع أن أحقق ما لدي يعني الاتجاه إلى الحوار وهي ضد الحوار سوف يحقق ربما الحوار ما الذي ستحققه ماذا سيأخذ أردوغان يعني أكثر شيء أردوغان ممكن يرجع يجتمع مع معاذ الخطيب بهالفترة أو يرجع يقول له أنه آخر شيء أنت من نتجاتي يعني ولكن معاذ الخطيب أخذ ضوءا إلى حد ما ربما أمريكيا حينما قال أقر أوباما وأقرت الإدارة الأمريكية أن جبهة النصر على لائحة الإرهاب انتبه إلى هذه الإشارة أو نبه إليها إلى هذه الإشارة وراح وانتبه إلى إمكانية تسوية ربما في المستقبل القريب فأخذ إشارة هيثم المناع وآخرين إلى ضرورة ذهاب إلى الحوار لأنه لا بديل في سوريا إلا الحوار الذي طرحه منذ اليوم الأول للأزمة الرئيس الدكتور بشار الأسد على كل حال سوف نتابع في هذا الموضوع تحديدا ولكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم في الواشنطن بوست لماذا رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما تسليح المتمردين في سوريا أما الول ستريت جورنل فتحدثت عن الخطة التي رفضها أوباما للتسلح واشنطن بوست لماذا رفض أوباما تسليح متمردي سوريا بالإجماع وافق فريق الأمن القومي الأمريكي وعلى رأسهم وزير الدفاع ليون بانيتا ورئيس الأركان مارتن ديمبسي على تزويد المتمردين السوريين بالسلاح وفق خطة وضعها رئيس الاستخبارات السابق ديفيد بيترايوس ودعمتها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لكن أوباما رفضها وقيل إن الخطة عرضت عليه في خضم حملته الانتخابية وبعدها استقال بيترايوس ومريضة كلينتون الحجج التي قدمها أوباما ليست سياسية بحتة بل أقرب إلى المبررات قال أخيرا لماذا نتدخل في سوريا وليس في الكونغو متجاهلا تحذيرات مستشاره بمن فيه موزير الخارجية جون كيري ومستشار الأمن القومي توماس دونيلون الأخير يرى أنه كلما طالت الحرب زاد تدفق المجموعات الأكثر تطرفا والتعامل مع هؤلاء سيكون تحديا حقيقيا ما هي الخطة التي رفضها أوباما خطة التدخل في سوريا كانت تقضي بفرض منطقة حظر للطيران وقصف المقاتلات السورية في مواقعها وتزويد المتمردين بالأسلحة الخفيفة وانتقاء مجموعة محددة لتزويدها بالمعلومات الاستخبارية وقال مسؤولنا في البنتاجون إن إحجام أوباما عن تمرير الخطة جاء بسبب تطور الدفاع الجوي السوري وخشية أن تتدخل روسيا في أفغانستان ليس واضحا ما ستقوم به الإدارة لكن مسؤولين يقولون إن جون برينان إذا عين فعلا مديرا للاستخبارات المركزية فسيتخذ دورا أكبر ولكن سريا في سوريا سيتفيرا يعني أوباما يرفض نهائيا وليس كان هذا هو الموقف قبل إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية منطقة حزر طيران تم الحديث عنها كثيرا وقصف المقاتلات السورية الطائرات في المطارات في مكانها تزويد المتمردين بالأسلحة الخفيفة والمعلومات الاستخباراتية بالنسبة للمعلومات الاستخباراتية كان هناك فريق استخباراتي أمريكاني على الحدود بين سوريا والأردن صحيح عمل هناك ولم يعد معروفة أو لم يعد مجهولا ماذا فعل هناك ولكن لماذا حاليا يرفض أوباما كل هذه الطروحات؟ لنعود بالذاكرة قليلا إلى الوراء إلى ما سرب عن حديث أوباما ومدفده قبيل إعادة انتخاب أوباما أنه لنمرر المرحلة الانتخابية وبعدها نذهب ربما إلى تسوية لأن سوريا في صمودها فرضت على كل المجتمع الدولي بشقيه معادلة التسوية بشكل أو بآخر وكلنا يعرف أن في الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك رأيا للمجلس الأمن القومي وآخر لما يسمى بالمحافظين الجدد فيما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون ربما هو جزءا من القرار مرة يكون قراره قويا ومتقدما وفي مرحلة أخرى يكون ضعيفا حسب الأطراف الأخرى ولهذا السبب ليس مفاجئا إذن أن تتم إقالة بيت رايوس على خلفية فضيحة يعني لا تقنع أحدا في هذا المجال وتمارض كما ذكرت الواشنطن بوست هيلاري كلينتون ويعني تعيين جون كيري المعروف بصداقته لسوريا حتى مع الرئيس الدكتور بشار حتى بندقون لم يسألوا عن هذه الصداقة طبعا يعني لم يحاسب عليها بشكل وخير فإذن يعني بيت رايوس إقالته جاءت بالتزامن مع سقوط كل الرؤوس الأمنية إذا جاز التعبير في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية مرورا بمصر ووصولا إلى لبنان تعلمين أن عند كل مرحلة انتقالية لابد ربما من سقوط رؤوس بالمعنى الجسدي بمعنى الاستقالة بمعنى الإقالة إذن كل هذا المشهد الأمريكي بعد إعادة انتخاب أوباما وتعيين كيري وإقالة بيت رايوس إذن كل هذا يمهد إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت مقتنعة بضرورة الحوار مع روسيا ومع كل الدول لإيجاد تسوية وتعلمين جيدا أن كل الرؤساء الأمريكيين الطامحين بالتمديد أو الطامحين بالانتخاب خطابهم طبعا ضد منطقنا بالكامل ومعظم رؤساء الأمريكيين السابقون يصبحون أصدقاء وحلفاء ومتحالفين ويكشفون أوراق كثيرة يعني هم محكمون بهذا اللوبي الذي ليس خفيا على أحد وصراع أوباما نتنياهو حتى الإعلامي يعني هو جزء من هذا المشهد الذي أعيد تركيبه بشكل مختلف عن المشاهد التي كنا نراها في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال وأعتقد أن رفضه لتمديد المعارضة أو ما يسمى بالمعارضات في سوريا أنه ليس جديدا لأنه في طوال السنواتين الماضيتين كانت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها معظم الدول الأوروبية يعني تمد المعارضة السورية بالأسلحة ولكن أخفقت هذه المعارضة التي تحولت إلى معارضات ولا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية في قراءة واقعية تتحمل مزيدا من الخسارات يعني لملمت الوضع اليوم أفضل بكثير من تأجيله إلى الغد ولو كانت سرا هي أنه ليست منزعجة من تصفية كل هذه الخلايا في سوريا أكثر من مرة ذكرنا ذلك أن هناك اتفاق بين روسيا وأمريكا فليبقى الرئيس الأسد طالما الجيش السوري قادر على تصفية هذه المجموعات الإنهابية الرئيس الأسد هو الذي فرض على الروس والأمريكيين إيجاد هذه التسوية وهذه السيغة كيف هناك تناقض بين الموقف الأمريكي وبين الموقف الفرنسي هل فرنسا قوية إلى هذا الحد؟ إلى هذا الحد مثلا هناك مسؤول فرنسي قال للزميل محمد بلوت في صحيفة السفير إن إذا لم تساعد الثوار يعني إذا فرنسا لم تساعد الثوار في سوريا بحسب تعبيره فسيزداد عدد الجهاديين فيها يعني حقيقة فرنسا بالسياستة تجعلنا نترحم على فرنسا المنفتحون نحن على ثقافتها تاريخيا كبلد فرنكوفوني يعني منذ فترة حين انعقد ما يسمى بمؤتمر أصدقاء سوريا أنا علقت على الأمر وقلت يجب أن ينعقد مؤتمر أصدقاء فرنسا لننقذ فرنسا من تاريخها بتشبهني بفترة ماضي بمساحية 14 أدار يتخذ لنقل حينها بين رايس والسانيورا وجنبلات يعني يتخذ أو يتخذ الموقف اللازم في اليوم التالي يعرف فيه الآخرون وفرنسا مع الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ على عاتقها خط المواجهة تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية ولا تعلم فرنسا فتصبح فرنسا وحيدة هزيلة يعني في الساحة واليوم هذا ما حدث أيضا في غرب أفريقيا يعني في مالي حين زارت هيلاري كلينتون المنطقة وحذرت من تداعيات الحاصل فيها بعد فترة انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من ملف غرب أفريقيا بالمعنى اللوجستي وأبقت عينها على الثروات الموجودة في المنطقة والمكتشفة حديثا فإذ بيهولاند يشرف إلى غرب أفريقيا يزور تونس وما يوجع أن الرئيس التونسي بوتفليقة يعني رئيس بلد المليون شهيد يسلم الجزائر يسلم المفتاح للرئيس الفرنسي كانت قلم للجزائريين كانت قلم أيضا موجعة وأنا تبعت معهم على مواقع التواصل الاجتماعي هذه هي فرنسا اليوم فرنسا من شراك قلنا بعد شراك نتوسم خيرا جاء ساركوزي ترحمنا على شراك جاء أولاند ترحمنا على ساركوزي عسانا لا يجي يوم نترحم فيه على فرنسا لأن فرنسا تعنينا بشكل أو بآخر سوف أتحدث أيضا عن القمة الإسلامية في مصر يعني نماهد لنتحدث عن الصحف المصرية القمة الإسلامية في مصر همشت الملف السوري هذا ما قيل همشت ولكن ربما لم تتداوله لأنه ليس هناك مداء أخضر لأنها محرجة فيه هي لم تهمشه على العكس الملف السوري همش القمة بشكل أو بآخر جعلها قمة هزيلة كونه لم يكن ملفا ساخنا على طاولتها إذن هذا الارتباك الدولي إعادة القراءة الدولية للملف السوري جعل القمة الإسلامية في مصر يعني قمة هزيلة بشكل أو بآخر ولكن كانت لافتة صورة اللقاء بين يعني المسؤولين في الأزهر والرئيس الإيراني هكذا نستطيع أن نستعيد هويتنا العربية وهويتنا الإسلامية في مشاهد جامعة وليس عبر يعني الشارع المصري قرأنا منذ قليل على شاشتكم فتوى جديدة يقول بضرورة قتل كل معارضي مرسي فأي ربيع هناك براد عواز على كل حال سوف ننتقل إلى الصحف المصرية إلى عنوين الصحف المصرية من مكتب الميادين في القاهرة مع الزميل أحمد مهران صباح الخير القمة الإسلامية تصدرت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة هذا الصباح على صفحات الأهرام نقرأ القمة الإسلامية تحذر من تقسيم الضفة وعزل القدس تأييد مبادرة مصر لحل الأزمة السورية وإدانة الإرهاب والتطرف في مالي الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها من زيارة مصر والأزهر يعلن أن فتوى قتل المعارضين فتنة أما على صفحات الحرية والعدالة نقرأ مرسي يبحث مع جول العلاقات الاقتصادية والأزمة السورية مشروع البيان الختمي للقمة الإسلامية يشدد الإدانة على إسرائيل ويحذر من الاعتداءات المتكررة على الأراضي فلسطينية إلزام تل أبيب بإزالة جدار الفصل العنصري ورفع الحصار عن المدينة المقدسة المطالبة بحوار جاد بين التحالف الوطني للثورة وممثلي الحكومة السورية أما صحيفة الوفد فعنوانت مسيرات بالأكفان تتحدى فتوى والخلاص الوفد يطالب النائب العام بالتحقيق مع مشايخ الفتنة وحماية قيادات جبهة الإنقاذ وحول نفس الموضوع قالت صحيفة الصباح فتوى قتل المعارضين تهز النظام إلى صحيفة الشروق مسيرات جمعة الكرامة تتجاهل فتاوى القتل وعلى صفحات الشروق أيضا عاصفة غضب تحاصر صاحب فتوى قتل المعارضين الرئاسة تدين والحكومة تهدد والبحوث يستنكر والجميع يتبرأ وشعبان يرد الإعلام اجتزأ كلامي ننتقل إلى صحيفة اليوم السابع قيادات جبهة الإنقاذ تحت حراسة الداخلية تشديد التواجد الأمنية حول منزل البردعي وحمدين يتلقى تهديدات بالقتل مجمع البحوث الإسلامية يرفض الفتوى والأظهر يدرس تحويل صاحبها للتأديب في اليوم السابع أيضا نقرأ القوى الثورية تهدد بالعصيان المدني في الذكرى الثانية أهب في الحرس الجمهوري لحماية الاتحادية وخطة خاصة لحماية القناة وعلى صفحات اليوم السابع أيضا مجلس الشورى يتبنى مبادرة للمصالحة بين ألتراس أهلاوي ومشجعي النادي المصري إلى صحيفة الوطن النائب العام يفتح التحقيق في فتوى إهدار دم أعضاء جبهة الإنقاذ جامعة الأزهر تتخذ إجراءات قانونية ضد صاحب الفتوى ومجمع البحوث يصفها بالفتوى الشاذة وأخيرا على صفحات المصرية اليوم نقرأ مليونية الرحيل تتصدى لفتوى الاغتيالات الجهاد يطالب بحد الحرابة على المعارضة والنيابة تحقق مع مفتي قتل قادة الإنقاذ الرئاسة تقول إباحة القتل باسم الدين هي الإرهاب بعينه بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه الجولة الصحفية في الصحف المصرية الصادرة هذا الصباح شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا للزميل أحمد مهران على قراءة عنوين الصحف في مصر نتابع عن موضوع القمة الإسلامية يعني كيف رأيتي قراراتها أولا قبل أن نتحدث عن قرارات هذه القمة الاجتماع الرباعي غابت عنه السعودية بشأن الملف السوري أنا أعتقد أن العربية السعودية اليوم هي قيد مراجعة كل المواقف السابقة تبعا كما سبق وإشرت لك تبعا لهذا الصراع السعودي القطري وأعتقد أن المملكة العربية السعودية في التعيينات الجديدة وهي مقبلة ربما على أزمة داخلية في المستقبل قد يكون المنظور أو البعيد قليلا فيجب تدارك هذا الموضوع بإعادة القراءة وأعتقد أن هناك قنوات سرية بشكل أو بآخر تفتحها العربية السعودية مع أطراف مختلفة للملمة الوضع في المنطقة قبل أن يتأزم أكثر ويصل إليها ربما هذا الربيع الذي أحدث يباسا في المنطقة العربية هل هو موقف من الملف السوري تحديدا أم هو موقف من قطر من إيران من مصر لا يمكن أن نجمع كل هذه المواقف إلا تبعا للملف السوري يعني هو الذي يحدد إعادة القراءة من كل الأمور الأخرى لأن لو الأمور آلت في سوريا إلى ما لم تأل إليه ربما كانت القراءة مختلفة فإذن السعودية تنبهت بشكل أو بآخر أو بعض الإدارة السعودية لأن هناك انقساما تاريخيا في هذا المجال إذن بعض الوعين في العربية السعودية تنبهوا إلى هذا الموضوع وهم يعيدون إعادة التموضع السعودي في قراءة الملف في المنطقة تبعا للملف السوري فلهذا هذا الغياب أنا أراه مبررا بشكل أو بآخر ولكن لفتني موقف الأزهر من الفتاوى حين يجب أن نتكئ إلى المفهوم الديني يجب أن نتكئ إلى المرجعيات الدينية لأن كل الأديان في جوهرها هي احترام الإنسان لنرى موقف الأزهر لنرى موقف مفتي الجمهورية العربية السورية المفتي حسون هذا القائد العظيم في بلاد الشام الذي يقود خطاب السلام في المنطقة إذن لنعتمد الهدوء في قراءة المرجعيات الدينية ومواقفها المتقاطعة ربما للمرة الأولى مسيحيا وإسلاميا في المنطقة لضرورة وقد الفتنة وعدم الالتفاة كل هذه الفتاوى التي لا تموت إلى الثقافة العربية بأي صلة والأهم ربما هو فتح تحقيق يعني هناك أصبح هناك من يلوح بالمحاسبة وبالنسبة لهذه الفتاوى هذا تبعا لموقف الأزهر برأي موقف الأزهر دفع الموضوع القانوني لأن يأخذ بعدا في هذا المجال وليس موقف مرسي لأنه ليس هناك أبدا رهان لم يمكن هناك موقف للرئاسة أيضا هناك من تحدث عن تنقضات كثيرة كانت في القمة الإسلامية منها أن مرسي الشوارع ملتهبة وهو مهدد بأن يسقط ويطالب بإسقاط الرئيس بشار الأسد وهنا أيضا القمة الإسلامية تدعو إلى حوار بين المعارضة بينما هي جمدت عضوية سوريا فيها هذه التناقضات كيف تقرأيها يعني وجود إيران لابد أن يحرج القمة الإسلامية بين مزدوجين ويجعل هذا الارتباك واضحا فمثلا نلاحظ أن مصر تحاول زحفا استرداء مصر مرسي مش مصر الشعب المصري على رأسنا في كل يوم مصر مع مرسي تحاول زحفا استرداء إيران بشكل أو بآخر ولكن في المقابل توجم كثيرا ولكن في المقابل يبيع المجتمع الدولي وتحديدا الأمريكي الأوروبي تصريحات يعني معادية لسوريا يعني فأعتقد هذا نوع من الخطاب المراهق في السياسة لا يمكن أن تسترضي إيران وتعادي سوريا لأن المحور واضح وصريح بهذا المجال أن محور المقاومة مع بعض التميزات من حين إلى آخر له استراتيجية واحدة وله رؤية استراتيجية واحدة إذن لا يمكن أنا أن أستجدي رضا إيران وأن أسترضي المجتمع الدولي بمعادية سوريا وهذا أمر يعني بات واضحا فلهذا السبب نجد أن هناك ارتباكا في بعض رسم محاور جديدة ولهذا أشرت إلى المحور الذي لفت إليه منذ قليل من مصر الثورة إلى تونس الثورة والتشييع اليوم ننتقل إلى إقرأ كاتبا اختنا لكم الكاتبة الروسية كاترين زابرودينا التي كتبت مقالا في صحيفة راسيسكايا جازيتا تحت عنوان تونس لا يمكن أن تبقى هادئة تونس مهد الربيع العربي الذي بدأ منذ عامين وانتقلت عدواه إلى بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط اليوم على حافة أزمة سياسية أزمة بدأت مع رفض رئيس الوزراء حمادي الجبالي ضغوط المعارضة العلمانية الغاضبة من اغتيال أحد زعمائها القيادي اليساري شكر بالعيد الحادث يشبه إلى حد ما الحال في مصر فعشرات الألوف من المتظاهرين يعترضون على السلطات الجديدة في الدولتين الإفريقيتين نظرة الغرب كانت على خلاف المشهد الذي رسمه اغتيال بالعيد لأن تونس كانت قد استطاعت احتلال نموذج التحول الديمقراطي الناجح بعد انتصار الثورة من دون صراع دموي على غرار ما حدث في ليبيا أو ما يجري اليوم في سوريا لكن أداء حزب النهضة وازدياد اضطهاد المثقفين العلمانيين نزعال مثل الأعلى عن الثورة التونسية فهل باتت تونس أمام ثورة جديدة لإطاحة الإسلاميين على غرار الثورة الأولى التي أضاحت حكم الرئيس زين العابدين بن علي؟ سيد فيرا نبدأ مما انتهى اليه المقال ومما كتبته الكاتبة هل تونس أمام ثورة للإطاحة بحكم الإسلاميين والنهضة كما أطاحت بحكم بن علي؟ لا أحد مننا مع حكم بن علي ولا أحد مننا مع حكم حسن بارك ولكن ما سمي بثورات الأمر الأمس هي ثورات مستوردة وكان شبابنا في الساحات العربية وفي الميادين وقودا وهذا ما اعترفت به هيلاري كلينتون حين قالت الشباب قاموا بالثورة والأخوان قطفوها اليوم بدأت الثورة الحقيقية اليوم بدأت الثورة الفكرية الحقيقية من تونس إلى مصر وربما اغتيال المفكر بالعيد بالأمس كان المحطة الفاصلة لأن تستعيد تونس قرارها من حيث الأرضية الفكرية المتوازنة لكي تنتقل بتونس التي تطمح إليها اليوم الثورة الفعلية بدأت عسى أن لا يائدها أي قرار خارجي أو قرار دولي عبر أدوات في الداخل وكذلك الأمر في مصر اليوم اليوم ميدان التحرير الذي تنهال عليه الفتاوى من كل حدب وصوب اليوم يبدأ ثورته الفعلية بنسائه ورجاله صليبيات وأرامل ويتامة مش معقول ومطلقات هذه الاستباحة للمحرمات بأي دين ممكن أن نستبيح المحرمات والتي قالت عن الاغتصاب إذن اليوم تونس تطلق ثورتها واليوم من رحم ما حصل بالأمس مصر تطلق ثورتها عسانا نعيش بالفعل ثورة حقيقية وربيعا حقيقيا في كلا الدولتين إلى ماذا يؤشر اغتيال شكر بالعيد؟ إلى ضرورة تحريك الساحة الداخلية من جديد في تونس وإيقاظ ربما ضرورة مرحلة جديدة لأن المجتمع الدولي الذي يعيد قراءته وقد تخوف من هذا المد الأصولي بشكل أو بآخر اختار ربما محطة انتقالية عبر اختيار شخصية مضيئة في الشارع التونسي من شأنها أن تحدث نقضة يقضى أو وعيا بشكل أو بآخر يعني كلنا نتحدث تحت الهواء صدية أنه ما في اغتيال بحجم كبير إلا بطاقة ومصالح بالضبط على كل حال اليوم هو التشييع ونتمنى أن يمر التشييع على خير وأن يمر أن تكون تونس بألف خير وكذلك مصر ولكن نختم اليوم أريد أن أختم معك بموضوع بلغاريا الذي بدأنا به ولم نكمل بالنسبة لاتهام حزب الله في بلغاريا كيف نظرت إلى المعارضة التي رفضت والنظام الذي أكد سريعا كما عرفت الشعب البلغاري حين تتعرفين إليه تعرفين هذا الشعب المتدين بالمعنى المضيء الذي يكفر بكل ما يسمى صيونية حين تزورين بلغاريا في شوارعها إذا اعتقدوا للوهلة الأولى أنك آتيا من الكيان الصيوني لا يصافحونك وحينما يتأكدون أنك عربية وتحديدا لبنانية يصافحونك بحرارة كونك من أرض المقاومة المعارضة البلغارية تعكس صورة الشعب البلغاري أضف إلى ذلك إلى أن هذه المسرحية الجديدة الهزلية تذكرنا سنة 82 حين تحت عنوان محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي كان اجتياح لبنان ربي نجنا من كل ما تمهد له إسرائيل أو الكيان الصهيوني كي لا نقول إسرائيل لأننا نرتكب خطأا بذلك عضو المكتب السياسي لتيار المرد اللبناني الأستاذة فيرا يمين شكرا جزيلا على هذه المقابلة أمتعتنا صباحا شكرا لأيك عزائي المشاهدين شكرا نشكر الزملاء في الإعداد والإنتاج جينان جمعاوي ومعتز الخطيب وعلى الإخراج بولا حملايا ولكم مشاهدي الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة